موسيقى ده ازاي؟ ده عايزة قاعدة ونشرف عاكم بايتين شاي يالله اسيبكو مع بعض وناخد فلوق ايه يا عامل حكينا الموضوع شكله كبير حكييلي انت عندك استعداد طوات تسمع كل هذا؟ معاك للصبح بص والحكاية بدأت من 2016 صدرت لنا التعليمات والأوامر ان احنا متحرك لمنطقة شاتدة الخطورة فبدأنا نحقدر الدورية والكل وبدأنا نتحرك فاحنا متحركين بالدورية فجرت فينا عبوتين ناس فينا واحدة في أول الكل وواحدة في آخر الكل بعد ايه حصل بيننا وبيننا عن نظر التكفيرية تبادل إطلاق نار بس نتقلقش طهرنا المنطقة بالكامل مما ليه حكاية بطل رياضي دي بقى؟ لا استنى ده نحكيلك مفهمتش معنى جملة خلق من القلم أمل غير بعض صبتي ورحلة علاجي كانت السبب ان نحب رياضة الكياج وبفضل ربنا ان نتميز فيها موسيقى وخدت مركز أول في جميع المسابقات المحلية وأول عرب وتاني أفريقية وربع عالم وان شاء الله هحقق اللي طلبوا مني سيادة الرئيس بان نجيب المركز الأول في طولة العالم اللي جاي موسيقى موسيقى ما عالم كمان دي حاجة كان فكرك كانت في دماغك من زمان حلم كان عندك من زمان أصلا ولا الإصابة هي اللي ما ورت لك الحتة دي هي اللي خلتك تلاقي نفسك فيها وأنا بركب بالطرف الصناعي كان فيه واحد بيعمل دعاية للشركة فقلت تابعه على السوشال ميديا تابعت على السوشال ميديا فأنا قلت له أنا نفسي أمشي اللي المشي بتاعتك فأنت إيه اللي بتعمله قال لي أنا بلعب رياضة وقلت له أنا اللي حصت الرياضة اللي أنت بتلعبها دي على الفيديوهات بتاعتك وقلت تبقلت تشترى فيها حاجة عنها أصلا بكده لا خالص أنا ما عرفش أصلا حاجة عن النيل ده في أي رياضة عنه فقلت له طيب خلاص هاشوفك تاني فقلت له بس مش هتشوفني في الـ وإحنا بنساين التارك قال لي ما هل هشوفك فيه قلت له هتشوفني في بطولة العالم فهدحك انت بتهزر فنزلت دورت على اللعبة دي فكان فيه بطل قابلي الرائد علي الزيمي متصاب برضو فكان هو بيلعب تهديف بيلعب رائدونج زمان فهو اللي دلنا على قال لي لا فيه لا بس ما كاك فبدأت بقى الحكاية وفجأة مرة وبعد مرة لقيت نفسي ثلاث شهور لقيت نفسي واخد أول جمهورية في كاس مصر وأنا الأول من هنا دخلت المعسكر بتاع المنتخب فجأة مرة واحدة انت عديت التصفيات في المعسكر والكلام ده كله يلا هنجيب هتسافر بطولة العالم فجأة لقيت بطل العالم اللي بيعمل ده علي الشركة قدام عيني فهو مصدقش عايزك توصف لي من أول اليوم بتاع الإصابة لحد اللحظة اللي انت فوقت فيها ولقيت نفسك في المستشفى أنا كنت قائد مجموعة المشاة فبعدها وإحنا دخلين حصل انفجار اتنين عبوة ناسفة وبعدها تم التعامل وإطلاق النار بيننا وبين العناصر التكفرية الحمد لله ربنا نكرمني ساعتها وقعنا أربعة من العناصر التكفرية وبعد كده كملنا التحرك تاني بس ما عرفت إش هكامل بقى مع الرجالة فحصل انفجار عبوة تالتة بس كانت دي تحت المدرعة بالزغط اشلني بالأسفلت يعني اشلني بالمدق بالأسفلت بكله وكان معمول بنفق فطار بيا لفوق بقى بس فاستوشت ساعتها الجند البطل وليد السادة عب صميع وأنا تصبت ببطر فوق الرجبة اليمين واطع بالأربطة بالرجل الشمال وكسرف مشت الرجل الشمال تحت فتاني يوم رحت المستشفى المعادي وأهلي تبلغوا كانوش يعرفوا خالص لحد اللحظة أنا أمي أساساً ما كانش تعرف أن أنا في شمال سيني أصلاً وأنا داخل في المستشفى المعادي لقيت مدير المجمع الطبي لمستشفى المعادي جاي بيقول لي القادة العام عايز يكلمك عايز يكلمك كأنا جيد بطلو تماماً يا فهم يا بطل ألف الحمد لله على السلامة أنا سمعت أن أنت داخل عمليات دلوقتي حالاً وأول حد هتشوفه قدام عينك بعد العملية لما تقوم بالسلامة هو تماماً يا فهم من تشرف لي أنا أنا طبعاً أنا يعني المكالمة رفعت لي روحي المعنوية يعني للسمع يعني بجد يعني أنا أنا في لحظة تقوله دي حسيت فعلاً لأ أنا بيحبني ففجأة بيقازر في والدتي وبيطمنها أن إحنا مع أحمد وما تلاقيش فوالدتي ردت على السيد القادر العام للقوات المسلحة بتقوله أنا بيزعلانة بس أنا بلوم على أحمد وده اللي مدينه إن هو ما بلغنيش إن هو بيخدم في شمال سينة كده إنت يا أمي إنت يعني إنت كنت ممكن تقبلها ووضعي من الأول إن أنا أستويشهد عادي أو إن أنا أخدم في شمال سينة فمسبالي كان يعني ده كان رد خلاني برضو مبسوط وفقاً جداً طيب بص عايز أقولك الحقي جايز مش كتير عندهم اليقين ده إن أمر ربنا دائماً في النهاية بيبقى خير وجايز برضو مش كتير بيقدروا يشوفوا حكمته بعد المواقف الصعبة بس الشيء الأكيد إن كتير من اللي هتفرجوا عليك وما كانش كلهم هيتعلموا منها زي ما أنا برضو تعلمت منها وما أنا أخدي شكراً جداً